قال وزير تجارة الهندي سونيل بارتوال خلال الإعلان عن سياسة تجارة الخارجية للهند في نيو ديلهي إن بلاده تعرض عملتها الروبية بديلا في التعاملات التجارية على الدول التي تواجه نقصا في الدولار في عقاب أقوى حملة تجديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عقود وأشار الوزير الهندي إلى أن التعامل بالروبية سيساعد في حماية الدول التي تعاني أزمة عملة وتطمح الهند إلى تدويل الروبية لتقليل الطلب على الدولار وعزلها اقتصاديا عن صدمات العالمية وسبق أن قال مسؤولون هنديون إنه إلى جانب روسيا فإن الدولار في إفريقيا ومنطقة الخليج خارصة أيضا على إجراء تعاملات تجارية مع الهند بعملتها المحلية